في حرب لا حدود لها حرب أصبحت هي سمة عصر التكنولوجيا الحرب السبرانية التي لقأت لها العديد من الجهات للحصول على المعلومات كان آخر ضحاياها ألمانيا التي تعاني منذ وقت لهجمات سبرانية وعمليات تجسس من عملاء لصالح جهات أجنبية وصلت إلى حد مساعد نائب في حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يعد ثاني أكثر الأحزاب شعبية في البلاد وزيرة الداخلية الألمانية نانس فيزر أعلنت أن برلين تعرضت لسلسلة من الهجامات الإلكترونية المنسوبة لجهاز المخابرات العسكرية الروسية استهدفت الحزب الديموقراطي الاشتراكي الحاكم وكذلك قطاعات الخدمات اللوجستية والدفاع والفضاء وتكنولوجيا المعلومات في البلاد فيزر أوضحت في بيان أن الهجامات الإلكترونية الروسية تشكل تهديداً لأمن بلادها القومي مضيفة أن ألمانيا ستعمل مع شركائها بحلف الناتو لمواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة من جانب موسكو الخارجية الألمانية من جانبها استدعت القائمة بأعمال السفير الروسي في برلين بسبب هجوم السبراني محذرة إياه من أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة النتيجة تلك الهجمات التي أدت إلى إغلاق سلسلة من المواقع الألمانية الاتهمة الألمانية لروسيا سبقها تحذير حلف شمال الأطلسي لموسكو بالكف عن ممارسة ما وصفته بأنشطة خبيثة على أراضي عدد من دول الحلف مؤكدا أن النيتو سيتخذ كافة الخطوات اللازمة للرد على الاستهدافات التي تهدد أن شركائها القومية في المقابل ترى روسيا أن اتهامات ألمانية لها تأتي في سياق إصابتها بما سمته بالهوس التجسسي مؤكدة أن برلين تهدف من تلك الاتهامات تأجيج المشاعر المعادية لروسيا